بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي نحاول فيه فضيلة الشيخ العلام يوسف القرضاوي عن العشر الأواخر من رمضان وعن ليلة القدر فضيلة الشيخ كنا قبل الفاصل أشرتم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلت هذه العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله لكن هناك صورة أخرى تحدث في بعض البيوتات ربما الرجل يجتهد لكنه ينسى أن يوقظ أهله أو أن يأمر أهله بهذا الأمر في انشغله بالتلفاز أو ما شبه ذلك فما قولكم في هذا بعض الناس لا يهموا إن ولد صلى أو لم يصلي الفريضة هذا أمر امرأته صلت أو انشغلت فأول ما ينبغي أن يركز عليه الفرائض ثم إذا كان يحب الخير لأهله وولده لابد أن يشركهم في هذا الخير كما كان نبصل لم يشرك نساءه في ليالي العشر الأواخر يحين معه الليلة كله فينبغي ورد الظروف أهله مواتيه قد نشت كل النساء يعني لكانتهم أمرأته حاملا أو مرضعا أو عندها عدد من الأولاد مشهولة بهم هذا عبادة نفسها ربنا عينها على هذا أو كان الأولاد بيصبحوا من مبكرين إلى المدارس فلازم يناموا مبكرا ولازم الأم تكون معهم فتختلف الظروف لما أحيانا يكون فيه أجازة في ذلك الوقت مثل هذه السنة هذه السنة فيه أجازة والأم ما عندها شيء والأولاد ما عندهم شيء بدل ما يتركون للمسلسلات التي لا تنتهي ولهذه الأشياء يشغلهم على الأقل بعض الليالي بهذه الطاعة الكبيرة يأخذهم الأولاد إذا كانوا في زن التمييز يأخذهم معه المسجد خصوصا الزكور والأم إذا كانت تصلي الترويح تأخذ البنات المدركات وهكذا الأم أفضل الأسرة تتعاون على الخير والاستباق الخيرات صحيح نعم فضلت الشيخ درجة كثير من الأئمة والخطباء على أن يخصصوا ليلة السابع والعشرين يعني بنوع من أنواع الخصوصية فهل هي الليلة القدر فعلا في هذه الليلة وأنتم فضلتكم درجتم على هذه العادة وتخصون هذه الليلة بدعاء يجتمع الناس حولها فلماذا هذه الليلة وهل هي فعلا ليلة القدر أم ماذا لا نستطيع أن نوقن بأن ليلة القدر هي ليلة السبع وعشرين ولا ليلة واحد وعشرين ولا يعني هو سيدنا عبد الله بن عباس رجح أنها ليلة السبع وعشرين بما رجح بما رجح يعني رجح أنها قال لك يعني يعني الرقم السبع ده رقم خلق الله سماوات سبعا والطواب في البيت سبعا والسعي بن عروا سبعا وأعضاء السجود سبعا يعني هذا يرجح وسيدنا عبي بن كعب كان يحلف إنها ليلة السبع والعشرين ولكن الرسول قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقرر يوما ليخبر الصحابة بها فورد اثنين من الصحابة تشاحان يعني خنقوا مع بعض فيقول أنسيتها من شؤم الاختلاف والسشاح ذهبت يعني فيلتمسوها في العشر الأواخر وهذا يعني من فضل الله تبارك وتعالى لأنه لو عرفنا الله بها الإنسان كسلان بطبعه ويخلد إلى الراح لو عرفنا أي ليلة هي خلاص نخلينا نترك كل بتاعه وعشان نأخذ ألف شهر في ديلة واحدة فربنا من سنته أن يخفي مثل هذه الأشياء مثل ما أخفى الاسم الأعظم في مجموعة أسمائه ومثل ما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة يعني ومثل ما أخفى الصلاة الوسطى ضمن الصلاوات يعني دعوة إلى الاستمرار في الاجتهاد حتى لا يخلد الناس إلى التكاسل فيعمل في رمضان كله وخصوصا في هذه الأيام العشر حتى الأيام العشر التمساء في العشر وفي أوتار العشر أوتار العشر هذه طب إحنا أحيانا بنبقى صليمين وناس يصوموا بعدنا بيوم ويمكن أكثر من كده فيعني أيهما اللي هو ليلة القدر حتى الأحاديث هل في سابعة تأتي ولا سابعة مضت يعني بعضهم في سابعة تبقى يعني يعني كيف نحسب الوترية فالحزم والأحوط إن الإنسان يعني يحي هذه العشرة يعني كلها وليس هذا بكثير أنك تكسب في ليلة واحدة ثلاثين ألف ليلة سبحان الله يعني الناس في الأوكازيونار زيب يقولوا التنزيلات يلتي تنزيل يعني يقول لك ده فيه خمسين في المية خمسين في المية طب ديه ثلاثين ألف كم في المية ده مئات الألوف صحيح نعم ملايين فلماذا نضيع هذه الفرصة وهي ثلاثين ألف ليلة أو ألف شهر يعني ثلاثة وتمانين سنة وأربعة أشهر ما شاء الله يعني ومعنى هذا طب العرب كانوا بيعتبروا من عاش ثمانين سنة يعني عاش عمرا طويلا الزهير بن أبي سلم يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي والآخر يقول له إن الثمانين وبلغتها قد أحولت سمعي إلى ترجمان سمعي ضعف يبني لأننا من ربنا يبلغك إياها وقد أحولت فتمانين سنة هذه ثلاثة وتمانين سنة واربعترش وشوفوا حتى إن بيعيش ثمانين سنة منهم خمس تصر سنة قبل البلوغ صحيح نعم ما كسبش فيهم شيء فدي ثلاثة وتمانين سنة واربعتشهر بعد البلوغ وبعد عن عن أهل مئة عمر طويل مئة سنة نعم طب الفضي الشيخ إحياء هذه الليلة هل هو مجرد صنة الترويح أو عدد من الركعات مع العشاء أو يحتاج إلى قيام الليلة من أوله إلى آخره كيف يحيي العبد هذه الليلة هو أحدها الأدنى أن يصل لصلاة الترويح نعم في جماعة والعشاء معها طبعا والفجر في جماعة هذا أحد الأدنى وبعدين الباب مفتوح بدل ما تضيع الليل في لغو وهذا ليس من شأن المؤمنين لأن ربنا وصف المؤمنين قالوا والذين هم عن اللغو معرضون هذا في الوقت العادي في الأيام العادي فكيف بأيام النفحات أيام التقرب إلى الله عز وجل فيستطيع بعد أن ينتهي من صلاة الترويح يقرأ قرآن يقرأ في كتب العلم في كتب التفسير في كتب الحديث يزور والدته أو قربه وصل الأرحام يزور إخوانه يعني في الله يستهل بغير المعصية على الأقل يعني البعد عن المعصية في حد ذاته فعلا الحد الأدنى إنه لا يشغل نفسه بما يؤثمه طب فلت شيخ هل هناك ذكر معين ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول هو سيد عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لو أدركت ليلة القدر أو وافقت ليلة القدر ما أقول يا رسول الله فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والأدعية كثيرة أدعيها كثيرة أحسن شيء لإنسان يدعو بأدعية القرآن وأدعية السنة الواردة يعني مثلا القرآن في ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النغر أو دعاء يعني سيدنا آدم وزوده ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخرش أو دعاء سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتها مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أو دعاء سيدنا إبراهيم رب ادعني من قيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وما يقوم الحساب إلى آخر الأدعية القرآنية وأدعية النبوة الصلاة وهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري واصلح لدنياية التي فيها معاشي واصلح لآخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شهر وهو دعاء جامع شمل خير الدنيا والآخرة دين والدنيا والآخرة دعاء ومعلل صحيح نعم طيب فضيلة الشيخ ليلة القدر هذه يعني اختلف العلماء في كونها هل هي ليلة خاصة أم ليلة عامة فما ترجحون لا هي ليلة عامة نعم للجميع لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن ربنا فضلها بأنها نزل فيها هذا القرآن يعني فالله أكرم الرسول الذي أنزل أنزل عليه القرآن هو خير الرسل صلى الله عليه وسلم والأمة التي أنزل عليها القرآن هي خير الأمم والليلة التي أنزل فيها القرآن هي خير الليالي الليالي فكل ما يتصل بهذا القرآن مكرم عند الله عز وجل فضيلة الشيء سؤال ونختم به إن شاء الله عز وجل وهو لماذا كانت هذه الليلة في العشر الأواخر لماذا ختمت بها هذا من شأن الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ربك يخرق ما يشاء ويختار الاستفاء هذا من شأن الله عز وجل لماذا لماذا اختر رمضان ولم يختر رجبا أو رمادة أو كذا لماذا اختر محمدا ولم يختر هل إن ممكن أن الله أراد أن تكون في النهاية والأعمال بالخواتيم ممكن نعم ممكن نقول بأن أراد الله أن تكون في آخر الشهر على أتوار هو يعني من مزايا هذه العشرة نعم يعني أمران للك القدر نعم وأنها ختام الشهر نعم وضيما الأشياء الختامية يعنى بها إنما الأعمال بالخواتيم نعم ولذلك يعني أننا نقول الله مدعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه دعوة المباركة أن يختم لنا ولكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أعمالهم بالصالح النافع وفي نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات لا يسعون إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شيخنا العلماء الشيخ يوسف القرضاوي وأنتم لكم مننا خالص المحبة والشكر والثناء وإلى الملتقى في حلقة أخرى فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته